من هون بتبدأ قصة كل مواطن مع أساد ذي عطيوا من خبرتهم وثقفتهم وكانوا أساس بكل بداية بعد المعلمين تخطوا صفوفهم وصاروا جزء من حياة تلميذهم زياد يتميز بالإبداع بعده مرجع بكتير من الأمور هو حدا نجح جدا ونجح خصوصي بأنه قدر يبني أجيال يساعدهم بأنه يكونوا مطرح مهنة كان جدي بس كان عنده موقف أنا دايما بقول أهمية الطالب إنه يقول كلمة لا فيه هيدا النفس يلي كان مش لأ هو بقدر ما هو رفض لوائع معين رفض لرتابة كبير دون أن يتكبر بيستهل يكون رئيس جمهوري لو كان أستاذ سهال مرشح كانت صوت طلو أنا بعتبر إنه فيه عندي طلاب بيني تون زياد أو في الطليعة زياد إني أحسن مني وهذا المجد اللي أنا اكتسبته من خلال التعليم بكل المجالات في بصمة بيتركة الأستاذ من طبقة المدرسة لصف الجامعة وفي تلميذ قدروا يصدموا معلمينهم أنا بالمرة كانت لا كان كانت تعتير كتير ما كنت أبدا متوقع منه تمثلنا سوا وهو كان صدم طيب دايما مسؤولية توقف بوجه أستاذ جابريال يمين مش خاف أنه عايت علي خاف أنه ما قدر أوصل للمستوى طبعه لأنه وبعدني أنا بالنسبة إلي بعدنا بعاد كتير أنا بذكر شو بعمل بالصف هاي شغلي شغلي بتمضلك يعني يعني أنا كمانا بالصف ما كنت ما كتفهمين شو عم بعمل وهذا الشغل واحد كمانا بتدور بدي نفكر كتير منيح وبعدك وبعدك هذا هو قابريال يعني أنت عم تشوفي فيه ضحكك بيتكي بيكون كتير كتير جدة بس هو بيكون من جوا عن جات شخص كتير طيب ومنيح يعود ناس عم بيشتغلوا ورح يكفوا مطرحة هيدا الفرق هاي شغلي بقلتلك بتعيشني بترجع بتعيشني عن جديد التعليم من أصعب المهن وشو حلو لما المعلم يعلم ويصير جزء من الحلم والطموح ويساعد بتحقيق النجاح كلنا تقريبا بتربطنا علاقة وطيدة بإستاذ أو إستاذة رفقونا من أول المشوار وكانوا سبب وراء خياراتنا ونجحتنا من ناقلهم كل الحب والإمتنان لأنه هلن العيد غريسة أنتون MTV ترجمة نانسي قنقر